بعد الخندق النبي صلى الله عليه وسلم فورا بعد الخندق قال كلمة عجيبة جدا هي نقطة مفصلية في التاريخ الإسلامي قال عليه أفضل الصلاة والسلام لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونها إذن أنا أستطيع أن أقسم التاريخ الإسلامي ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة المكية لا يوجد المسلمين دولة مستضعفين مضغوط عليهم المرحلة الثانية هي من بداية الهجرة إلى نهاية الخندق وهي المرحلة التي أسميها مرحلة الدفاع في الدولة الإسلامية المرحلة الثالثة من التاريخ الإسلامي هي ما بعد الخندق إلى وفاته صلى الله عليه وسلم هذه المرحلة الثالثة في السيرة النبوية لأنها مرحلة الهجوم في التاريخ الإسلامي انتقل المسلمون من الدفاع إلى الهجوم ومصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونها أو تغزونهم فكان تغيير في التاريخ الإسلامي من الدفاع إلى الهجوم بعد الخندق النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوم بالعمرة فذهب إلى العمرة وحدثت الأحداث التي أدت إلى صلح الحديبية قصة مشهورة في التاريخ ما أريد أن أعيدها عليكم أنا أريد أن أركز على المشاهد المتعلقة بعلي رضي الله عنه ففي ذي القعدة من سنة ستة هجرية كان صلح الحديبية لما عاند الكفار ورفضوا المسلمين أن يؤدوا العمرة وبدأت المفاوضات هما ما هم قادرين يمنعوهم من العمرة حتى لا يقول العرب أن قريش تمنع الناس من العمرة ولهم قادرين يسمحوا لهم بالعمرة حتى لا يقول العرب المسلمون دخلوا مكة غصبا على قريش بإجبارة يعني ليس لهم اختيار فبدأت المفاوضات إلى أن وصلت إلى أن جاء سهيل بن عمر فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم مقبل بعد كانوا أرسلوا عدة مفاوضين فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل قال كلمة الشهيرة سهيل سهل الله لكم إن القوم أرادوا الصلحة حين بعثوا هذا الرجل اللي قبلهم كان الناس يريدوا أن يثيروا الحرب يستفزوا المسلمين عشان يبدأوا المعركة فيقولوا احنا قتلناهم لأنهم هجبوا علينا لكن المسلمون والرسول عليه وسلم رفضوا الاستجابة للاستفزاز فتحت هذا الضغط قريش قررت المفاوضات فبدأت المفاوضات واستقرت على الاتفاق المشهور المعروف اللي فيه باختصار أن المسلمين يرجعوا ما يعتمروا سيعودوا للعمرة العام القادم قريش تسمع لهم بالعمرة ومن ضمن الاتفاق أن أي واحد يأتي مهاجر من مكة إلى المدينة يعاد وأي واحد يرجع مرتد من المدينة إلى مكة لا يعاد شروط كانت قاسية على المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم موافق عليها فلما انتهى الاتفاق الشفوي من الذي كتب هذا الاتفاق؟ الذي كتب هذا الاتفاق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا فيه إشارة واضحة أن علي رضي الله عنه كان يعرف القراءة والكتابة منذ صغره كان يعرفها فالنبي صلى الله عليه وسلم اختارها للكتابة فقال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يملي فقال سهيل بن عمر عما الرحمن فما ندري والله من هو أو ما هو كلمة الرحمن هذه ما نعرفها ليس من الأسماء المعروفة لله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن هذا ما نعرف الرحمن اكتب باسمك اللهم امسح الرحمن الرحيم كان علي كتبها علي كتبها بسم الله الرحمن الرحيم قال لا اشطب هذه الرحمن الرحيم امسحها واكتب باسمك اللهم بس فقال والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم فقال عمر والله ما نكتب الرحمن هذا ما نعرفه اكتب باسمك اللهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امسح الرحمن الرحيم واكتب باسمك اللهم قضية شكليا لا نختلف عليها فعلي رفض قالوا يا رسول الله والله ما امسح الرحمن الرحيم اسم الله الحسن هذا كيف امسحه يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اين كتبت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة الكتابة قال أين كتبت قال هذه قل Körperيني هذه باسمك هذه اللهم هذه الرحمن هذه الرحيم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم طرف توبة وتفل عليه ومسح بيديه الشريفتين الرحمن الرحيم يعني فيه مواقف تحتاج لين ليست تصلب التصلب يكون في المبادئ وليس في المواقف التصلب يكون في القيم وليس في الإجراءات هذه من المعاني العظيمة فعلي تصلب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويعلمنا لا تتصلب على أشياء مثل هذه هذه شكليات ولو هي الرحمن الرحيم وقضية عقائدية وإيمانية بس في النهاية بالنسبة للاتفاق هي قضية شكلية فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكمل الإملاء على علي اكتب هذا ما قاض عليه رسول الله هذا ما اتفق عليه رسول الله يريد أن يكمل مع سهيل بن عمر سهيل قاطع قال والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله لو احنا متفقين أنك رسول ما نقاتلك أصلا نقاتل رسول الله الذي يرسله الله نقاتل كيف نتحدى الله ما احنا مؤمنين أنك رسول انت بالنسبة لنا محمد بن عبد الله فانه يسعى سلم يعني كتم غيظة وقال والله إني رسول الله وإن كذبتموني لكن اكتب محمد بن عبد الله كان علي كتبها كتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله قال لا امسع رسول الله قال والله ما امحوها يا رسول الله قال يا علي امحوها قال والله ما امحوها فنادى قال لاوريني وين كتبت رسول الله فمسحها صلى الله سلم بيده قال لا يالله اكتب مكانها ابن عبد الله هذه مواقف صغيرة لكن هذا الشاب اللي ما زال شاب الآن نحن نتكلم عن علي أمره الآن 28 29 سنة يتعلم هذا تحلم المفاوضات يتعلم الفرق بين المبادئ والإجراءات الفرق بين المبادئ والمواقف وهذا معنى أنا أحب أن أشير إليه أنا مثلا في تحليلاتي أقول إسرائيل ستزول خلال 20 سنة أما إن إسرائيل ستزول فهذا مبدأ محسوم لا يمكن دولة نشاز بهذا الظلم أن تستمر لكن 20 سنة هذا تقدير هذا اجتهاد لو طلب مني أتنازل عنه أتنازل عنه لأن هذا اجتهادات وإجراءات ليست مبادئ ففرقوا يا شباب تمسكوا بالمبادئ لا تتنازلوا عنها والإجراءات والمواقف هذه قابلة للتفاوض قابلة للنين لا تشدوا فيها المهم يعني لم يكن هناك مواقف كثيرة تم الصلح رجع المسلمون في السنة اللي بعدها رجعوا إلى العمرة كل هذه المشاهد يشهدها علي رضي الله عنه إلى أن جاء المشهد العظيم وظهرت بطولة علي رضي الله عنه بيعني بروزها العسكري مرة أخرى في غزوة خيبر غزوة خيبر الغزوة الرئيسية مع اليهود كانت في آخر محرم طبعا هي لم تحدث في محرم نبي صلى الله عليه وسلم وصلهم في آخر محرم لكن القتال حدث في صفر لأنه هذا من الأشهر الحرم في أربع أشهر كانت موجودة في الجاهلية لا يجوز فيها القتال أقرها الإسلام وأقرها القرآن السنة فيها 12 شهر منها أربعة حرم فالشهر الأربعة الحرم هي رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم لا يجوز فيها القتال فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل فيها فسنة السبعة هجرية تجلت فيها بطولة أسد الله حيدره كما لقب من ذلك اليوم بشكل بارز علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما هي خيبر؟ خيبر الحقيقة هي مستعمرة أو يعني مستوطنة كما يقولون يهودية مركزية الذين خرجوا من المدينة بن قينقاع بن النضير ذهبوا هناك خيبر نفسها كان فيها مجموعة من اليهود الرئيسيين خيبر هي المركز التجاري هي المركز العسكري هي المركز السياسي هي مركز المؤامرات لليهود في كل جزيرة العرب بل حتى في الشام يعني كانوا يقودوا بعض القضايا في الشام خيبر ما هي خيبر؟ هي ليست مدينة تقليدية خيبر عبارة عن سبع حصون متتالية كل حصن مزود بما يكفيه من الطعام لسنة إلى الأمام وفيه ما يكفيهم بدون ما يحتاجه ماء من الخارج اختيار عجيب جدا فقاعدة عسكرية رئيسية حربية من الناحية التحصينية النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه أشد من خيبر والطائف أشد تحصين النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الخندق ثم لما وقع صلح الحديبية صلح الحديبية ضمن الاتفاق ما في معارك ما في قتال بين المسلمين وقريش لمدة عشر سنوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم استغل هذه الفرصة هو الاتفاق ما في قتال مع قريش بس الذين تحالفوا مع قريش في الخندق اليهود وغطفان بن سليم هؤلاء المشركين اللي شاركوا في الجريمة ما في اتفاق معهم فلعال لو هاجمهم قريش ما تستطيع تفعل شيء لأنه بينهم وبين رسول الله سلم هدنة استفرد بهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يهاجم أولا خيبر شكرا شكرا